الكثير مننا يبحث عن بديل صحي للسكر اليوم رح سأعمل معكم محلي لذيذ وصحي سكر تمر أو بودرة التمر طريقتها جدا سهلة عندي هنا تمر سكري رح أنقم مننا الحبات الناشفة عشان يسهل علي تجفيفة تقدرون تستعملون أي نوع تمر جاف متوفر عندكم عشان يجيب معايا بسرعة قطعتها قطع صغير وفرسته في صينية واسعة رح يأخذ معنا من 10 أيام إلى 70 وإذا التمر عندكم رطب رح يأخذ مدة أطول هنا بعد مرور سبعين طرجات تماما تعالوا لكم الطريقة الصحيحة في طحن الأشياء القاسية مثل الزنجبيل والكركم والقرفة وهذا التمر اللي سويته أول شي ندقه بالهاون حتى نجزئه لأجزاء صغيرة هذه الطريقة تضمن أنه ينطحن بشكل جيد بدون ما تضرر المطحنة الآن بعد ما دقيت كامل كمية التمر اللي جففتها رح ننتقل للمطحنة كنتم تشوفون أنا دقيتها دق بسيط لأن المطحن عندي جدا قوية ورح تطحنها لطحن ناعم هذه المطحنة أنا مخصصتها لطحن الأشياء القاسية وتعمتني أخذها ستيل عشان تتحمل إذن مميز فيها غير قوة طحنها وعاءها الواسع غير المطحن الصغيرة اللي نطحن فيها على الدفعات هذه نطحنها مرة وحدة بداية أطحن على السرعة الأولى وبعدين أنتقل السرعة الثانية وخلال دقيقة وحدة صار عندي التمر بهذا الشكل ما شاء الله لا قوة اللي بلا صار بودرة إذن كنتهينا من الطحن وصار عندنا سكر التمر أو بودرة التمر جاهزة مثل ما شفتوه الطريقة جدا سهلة ممكن فقط مرحلة تجفيفة اللي تعتبر طويلة نوعا ما لكن في النهاية تحصلون على بديل صحي للسكر وبكذا تكونون استبدلتوا شي ضار بشي نافع تسألوني أكيد عن استعمالاته مثل ما قلتكم هو بديل للسكر الأبيض